انطلاقا من الرفض المطلق للعودة لقانون الستين ولدفع باتجاه أن تبت الهيئة العامة لمجلس النواب بقانون الانتخابي جديد وبعدما أصر التيار الوطني الحر على أنه حائز على موافقة حلفائه على المشروع الأرتوديكسي عادت القوات اللبنانية وحزب الكتاب إلى تبني هذا المشروع بعدما كانوا أول من تبناه منذ أشهر ووجهوا برفض فرقاء آخرين باريح انطرع على أساس أنه التيار الوطني الحر جيب موافقة مبدئية من حلفائه الليله أوكي إذا هي وهلأ عبولة قدام كل رأي العام أوكي إذا هي بس أنه يطلع أنه القصة مزح وما في موافقات وعم تنترح لتغطية السماوات بالقبوات يعني هذا أمر لا يجوز في موضوع هلأد مهم وهلأد حساس قد موضوع قانون الانتخابي هون بين هلالين كمان بدي يذكر رئيس برية على أنه عطول كان يقول خليه يتفقوا المسيحيين على قانون ونحن وراهن اتفقنا على قانون بتمنى يكون وراهن إذا مثل ما عم يطرحوا الأفريقاء الأفريقاء الآخرين أنه هلأنون الأرتودوكسي بدوا يرجع بعض الأفريقاء المسلمين يمشوا فيه نحن نرجع من أكد التزامنا فيه مثل ما التزامنا فيه بالسابق لأنه الأنون الأرتودوكسي يؤمن المناصفة الحقيقية ويمكن جميع اللبنانيين بأنه يتمثلوا بالشكل يلي بيليق فيه مصادر لجنة الفرعية في بكركي قالت أن الاتفاق على مشروع اللقاء الأرتودوكسي انطلق أيضا من رغبات لدى البطيارك الراعي بالدفع نحو الصيغة القصوى للمناصفة وبذهاب المسيحيين موحدين إلى اجتماعات اللجنة الفرعية وعدم تحملهم لمسؤولية عدم وجود قانون انتخابات جديد التيار الوطني الحر الذي كرر مرارا أن حلفائه سيسيرون معه في مشروع اللقاء الأرتودوكسي عقد لقاء نيابيا تنسيقيا مع هؤلاء الحلفاء تحديث هلأ حلفائكم موافقين على هذا القانون؟ خيانا نقول أنه في تطور على مستوى موقفهم بس أنا مثل ما قلت مباريح اليوم بخلال اللجنة الفرعية الكل سيعبر عن موقفه يعني وكل فريق هو بعبر عن موقفه أنا ما بني بدي أحكي يعني حدا فيما يخص البدائل بعتقد أنه البدائل المطروحة كلنا بنعرف أنه في مشروع نسبية 15 دائرة مطروح ولم يغلق البيب عليه من قبل الأفريقاء الآخرين وهذه كانت إيجابية تلك تسجل لاجتماع مباريح وفي قانون الدوير الصغرية اللي بسيخته الحالية مثل ما تقدم منه حاصل على إجماع مشروع لقاء الأرثودوكسي وغيره من الصياغ ستناقش في اجتماع اللجنة النيابية الفرعية وسيواجه مسيحيوب كركي حلفائهم بحجج الإقناع ولكن البطيارك الراعي وجه رسالة للجنة وأحضها على ضرورة التوصل لقانون جديد يرضي كل مكونات المجتمع متمنيا أن يتم تجاوز قانون الستين الذي يهمش شريحة واسعة من اللبنانيين